من عالم الرياضة ودعم الأطفال وحنروح للعالم الطبي اليوم لنحكي عن أهمية مراجعة طبيب الأسنان للأطفال دائماً نشوف الأطفال عندهم نحن الكبار عندنا فوبيا اليوم دكتور الأسنان وكرسي العيادة فكيف الأطفال اليوم يعني قمي بديك تقعدي مثلاً أهبيهم نفسياً اليوم ليدخلوا هذه العيادة ولكن قبل تحضير النفسي للأطفال في اليوم إجراءات وقائية مفروض نحن كأهل نتبعه كرمان نحن نخفف زياراتنا لعند دكتور الأسنان وخاصة للأطفال اليوم شو أهم هي النصائح رح نسمع مع بعض مع ضيفنا لليوم الدكتور زكريا عوض ماجستير في جراحة الفم والفكين وزراعة الأسنان يسعد صباحك حكيم يسعد صباحك دكتور يعني بالبداية مثل ما حكينا بالمقدمة أنه الأطفال عندهم هاجس اليوم دكتور الأسنان خلينا بالبداية نعرف أهمية مراجعة الطفل لطبيب الأسنان تمام حياتا أهمية مراجعة للطفل بعمر مبكرا لطبيب الأسنان لعدة نواحي في ناحية الأولى الكشف عن النخور وما تسببه من آلام للطفل في ناحية الثانية بعض الأضطرابات الولادية لتصيب الأسنان من اضطراب بشكل عدد أو زيادة عدد أو نقصان عدد الأسنان أو تغير بحجم الأسنان وفينا الكشف عن الأضطرابات اللي بتصير ضمن حفرة الفموية ليس فقط الأسنان فمثل عندنا حالة اللجام اللسان زو التوضع السيء أو ما نسميه اللسان المربوط بصراحة هذه الحالة تحتاج إلى معالجة مبكرة لأنه اللسان بساهم بشكل أساسي بالنطق اللي بيتطور النطق بعمر السنة والنصف بالإضافة الأضطرابات الأخرى التي تشمل نمو الفكين وعلاقة الفكين مع بعض العلاقة التقويمية والشكل التقويمي الصحيح للفكين صراحة كل ما تم اكتشاف الخلل التقويمي بحجم أو شكل الفكين عند الطفل بشكل مبكر أسرع تقويميا وأسهل للطفل معالجته قبل ما يتطور المشكلة التقويمية وبالنهاية للكشف عن بعض المشاكل أو العادات السيئة عند الطفل الأهمها مثل عادت مص الأصبع أو وجود تنفس فموي صراحة وجود تنفس فموي يؤثر على تراكب الأسنان على الصحة الفموية للطفل فعند ما يكتشف صوتي بالأسنان وجود هالمشكلة اللي هي تنفس الفموي يتم تحويل الطفل لأخصائي الأزم والأنف والحنجرة لمعرفة سبب تنفس الفموي معالج له سواء نعميات لوزات إلى آخرين طيب دكتور للأسف يعني نحن خلينا نقول بشكل نسب اليوم أكيد ما فينا نعمم نفتقد لثقافة زيارة العيادة بشكل دوري نحن يعني أول إنذار بيعملوا الطفل بيوجعوا بيروحوا الأهل فوراً لعيادة الأسنان وذكرت حضرتك نقطة أنه نحن اليوم كل ما بكرنا وكل ما كان الكشف بشكل دوري هنوفر اليوم رحلة العلاج ان كان للمريض وان كان للطفل أو كان للطبيب اليوم يعني نحن كتوقيت كزيارة العيادة أدأ أين قيمة التوقيت الأنسب يعني صراحة مثل ما تفضلت حضرتك أغلب الزيارات عنا بتكون أسعافية أسعافية عندما عانت الطفل من ألم والله ما نام طول الليل فبيجي الطفل لعنا زيارة المعالجة سبب الألم لكن حقيقة تبلغ العناية بالأسنان أو بتبلغش الاهتمام بالطفل منذ الولادي فعند بعض الولادي الطبيعية الطفل متأكد هون بيشوفوا الطبيب بيتأكد أنه ما عنده أي اضطراب خلقي بمنطقة الوجه والفكين مثال عليها كشقوق الشفة وقبة الحنك لشائعة التواتر ومن ثم العناية بالأسنان وزيارة طبيب الأسنان من عمر الست أشهر اللي هو بداية بزوق أو ظهور الأسنان المؤقتة ضمن الحفرة الفموية وبتتبعها زيارات كل ست أشهر إلى السنة وحقيقة الحابب نوه شغلة كتير هامة عند الأطفال بعمر الست سنوات في ثلاث نقاط هامة بتواتر سؤال الأهل عنهم أو الزيارات المتكررة للطبيب الأسنان عن إحدى النقاط السلاسة نقطة الأولى اللي هي عندنا بزوق الأسنان الأمامية السفلية أو السناية السفلية المقدمة للفك السفلي حقيقة هذه الأسنان بتظهر أو بتبزغ ضمن الحفرة الفموية إلى الداخل من الأسنان المؤقتة يعني بيكون خلفة أو الداخل من الأسنان المؤقتة وبكون محورة مائل شوي عند بداية بزوغة فالأهل بيسألوا أنه ليش موطلة تحته أو الأمام منه طالع السن الدائم ورد سن المؤقتة وهذا الشيء الطبيعي أنه يطلع السن إلى الداخل السن الدائم إلى الداخل من السن المؤقت مع البزوق هو يصلح السن المحور بزوغه لا يأخذ المكان الصحيح نتيجة توازن بين فعل عضلات اللسان من الداخل والشفة من الخارج النقطة الثانية اللي هي بزوغ الأسنان الأمامية العلوية كمان بزوغ الأسنان الأمامية العلوية اللي هي السناية العلوية بين 7 إلى 8 سنوات نتيجة الفارق بالحجم بين الأسنان المؤقتة والدائمة بيكون حجم السناية كبير بالنسبة للأسنان المؤقتة ونتيجة نمو الفك بصير فراغ بين الأسنان الدائمة كمان الأهل بيسأل أن وجود هذا الفراغ هل بيأثر صراحة أنه عمر معين لتقريبه 12 سنة استمرار وجود هالفراغ هذا بيصغر تلقائيا طبيعي إذا ازداد عن هالمدة هذه عن بزوغ كامل الأسنان الأمامية العلوية هون ساعة منحدد أنه فيه مشكلة تحتاج إلى معاجة تقويمية لرصف الأسنان بشكل جيد أما وجود الفراغ هون بعمر سنوات لتسع سنوات طبيعيا النقطة الثالثة وهي الأهم صراحة عندنا بعمر الست سنوات بيبزع عندي بكل طرف من طرفي الفك العلوي والسفلي آخر سن اللي هو الرحة الأولى الدائمة سفلية أو علوية تبزع بعمر ست سنوات تقريبا هذا السن هو أهم سن بالتم وهو أكتر سن عليه قوى مضغ يبزع دون وجود سن مؤقت قبله يعني ما بينقلع عندي سن لحتى ينزل محل له سن فبيطلع هو السن وراء الأسنان المؤقتة بشكل تلقائي دون أن يقلع الطفل أي سن مؤقت فنتيجة هذه الشغلة أنه الأهل بتفكر أنه الطفل أنا ما بدل سنان ما فرام فأنه هذا سن مؤقت بيوصل لعنا الطفل على العيادة نتيجة حالات معينة بيكون السن منخور أو واصل للعصب أو متهدم نتيجة أنه الأهل مفكرين أنه هذا سن مؤقت هو لا سن دائم بيوصل بعمر الست سنوات تقريبا ويستمر مدى الحياة يعني بدون وجود سن مؤقت قبله ينقلع فبس هاي النقطة حين نوه عليه كثير لأنه نخسر هذا السن نتيجة أنه بفكروا الأهل أنه سن مؤقت طيب دكتور خليني أسألكون قدمهم نحن نعالج أي نخر بسيط عند الأطفال بأسنانهم أي تسوس أو حتى الإصفرار بالأسنان صراحة الأسنان المؤقتة ما بتقل الأهمية عن الأسنان الدائمة فنحن لازم نعالج أسنان الطفل حتى لو كانت أسنان مؤقتة لعدة أسباب بداية منحكي أنه النخور الأسنان تسبب آلام شديدة عند الطفل ما بأثر على طريق التناول والطفل للطعام وتناول الطعام بأثر على الصحة العامة للطفل ناحية تانية هي نخور الأسنان واستمرار النخر بسبب تموت العصب أو خراجات وانتشار الإنتام بمنطقة الوجه والفكين كثير منعرف أن منظر الخراج أحياناً بينتفخ بالوجه أو بيطلع قيح من اللسة بالإضافة لألم الشديد الذي يعاني منه الطفل الشغلة الثالثة بالإضافة تطور الأسنان بيساهم بتعلم الطفل للنطق النطق السليم مثل ما حكنا بيبلاش تعلم الطفل للنطق بعمر السنة والنصف وبيستمر تعلم النطق الشغلة الرابعة اللي هو الناحية النفسية للطفل والتطور الروحي والنفسي للطفل بالصوم بعمر المدرسة فوجود أسنان متهدمة أو منخورة أو متسوسة ولونها أسود أو مصفر مثل ما حكيت حضرتك أنه بأثر على الناحية النفسية للطفل بين زملائهم تثقب على أقلة تثقب والشغلة الأخيرة وهي الأهم صراحة نحنا بنحكي أنه سن المؤقت منسميه أفضل حافظة مسافة للسن الدائم نحنا نمو الطفل سريع أسرع من نمو الإنسان البالغ بمراحل نحن نراقب الطفل من سنة لسنة نحسه كبر صامت 2 صامت إما الإنسان البالغ ثابت كشكل كقول فالفكرة السن المؤقت أفضل حافظة مسافة للسن الدائم فك الطفل عم ينمو عم يكبر فك الطفل فقلع الأسنان المؤقتة بوقت مبكر أو تهدمها بوقت مبكر وانقلاعة هذا الشيء بأدي لخلل بنمو الأسنان الدائم اللي هي تحتها فأنا لما بقلع السن الأسنان المجاورة تصير تميل ما لاتمعت في مسافة يبزغل السن الدائم ضل محصور السن الدائم بالعظم هذا الشيء أدى لمعالجة تقويمية عند الطفل ودخلوا باضطرابات ثانية كان في غناء عنه طيب دكتور كرمال ما نوصل اليوم نحنا لنخور الأسنان عند الأطفال وما نروح لموضوع التقويم بعمر مبكر فيه إجراءات وقائية وعناية أساليب عناية بالأسنان بعمر مبكر شو أنهم أهم هدول الأساليب ونحنا اليوم كيف قادرين نعود هذا الطفل على الفرشاية على المعجون على بشكل مستمر يعني فيه طفل بيقلك يوم مثلا بتقيد تاني نهار خلاص يعني حقيقة بيبلش العناية بأسنان الأطفال منذ بزوق أول سن مؤقت لهو بعمر الست أشهر بداية يتم تفريش الأسنان من قبل الأهل ولو بقطعة شاش مسح لسة وممسح الأسنان ما تبزغ ضمن الحفرة الفموية المرحلة التالية تصير تفريش الأسنان من قبل الأهل بفرشات أسنان صغيرة خاصة للطفل المرحلة اللاحقة يتم تعليم الطفل لتفيدي التفريش الأسنان الصغيرة من قبل الأهل إلى أن يصل الطفل لمرحلة قادر أنه يفرش أسنانه بنفسه ويعتمد على نفسه بصير يفرش أسنانه بنفسه حقا يتم ترغيب الطفل بتفريش الأسنان عن طريق شكل فرشات الأسنان طعمات المعجون أو طعمات تمام وتعليم الطفل لطريق التفريش الصحيحة الشغلة الثانية تواتر أو عدد مرات تفريش الأسنان الصحيحة نحن بهمنا تفريش الأسنان مرتين يوميا وخصوصا المساء ما قبل النوم لأن الإنسان لما نايم بوقف إفراز اللعاب اللي هو بيحمي الأسنان من النخر فبيزداد نشاط الجراسيم وتخمر الطعام فضلات الطعام بالفم فالأفضل تفريش الأسنان ما قبل النوم هاي ضروري هاي عن طريق تفريش الأسنان الشغلة الثانية اللازم نتحكم فيها هي الزيارات الدورية مثل ما حكنا منطر اللي حتى يصير فيه ألم حتى نزور طبيب الأسنان كل ست أشهر إلى سنة الشغلة الثالثة المهمة هي نوع الطعام يفضل الاعتماد على أطعمة المفيدة الصحية خضار والفواكه بالإضافة لشغلة ثانية هون مهمة كثير عندنا كطفل ما فيني أنا أمنعه أنه يروع الدكان يشتري بسكويت وبطاطا هذا يعني شوكولات أنه كثير صعب أنه تمنع الطفل من هايك شغلات فالأهم التحكم فيها التحكم بعدد مرات تناول أطعم الضارة أو اللي بتحتوي على سكريات بكمية عالية الفكرة منهم أنه مثلا أنا عندي الطفل بياكل باليوم خمس كياس بطاطا الأفضل أنه أنا هالخمس كياس بطاطا يأكلونه مرة واحدة موكل الساعة يروع الدكان يشتري كيس بطاطا ممكن يلجأ للمعاجيم المضرورية مو؟ تمام تمام بس الفكرة أنه كلما أنا أخذت كمية سكر كمية سكر جاءت نشط الجراسيم أو حفضت بقاطش اللعاب منسمية نشط الجراسيم الجسم بيعدل نفسه بنفسه اللعاب بيعدل نفسه بنفسه رجع طاطيته دفعة سكر جديدة رجع اشتغل نفسه فلهيك نحن منعلم الأهل أنه بده يأكل ما فينا نمنعه بس أنه حصرون مثلا بوجبة واحدة مو أنه كل شوي رايح ومشتري وأكل أكلات طيبة والشغلة الأخيرة اللي هي ما لازم الطفل يأكل وينام هاي أهم شيء لأنه مثل ما حكينا أنه تخمر الطعام فترة النوم وجفاف الركودة اللعاب هذا أكتر شيء بساهم من خوار الأسنان فمنعلم الطفل يأكل قبل ما ينام بساعتين ويفرش أسنانه وبعدين ينام وهيك إن شاء الله منكون أنه يعني حافظنا على الأسنان بالقدر المستطاع لأن صراحة نهايةً في بعض كمان الشغلات تلاقي أنه في مريض بيعتني بسنانه وبفرشي سنانه بس فيه عنا نخور مصير في بونية أدى الوراثة بتلعب دور حكيمة النصاب في عنا هون عدة عوامل ممكن يكون طريقة التفريش هي غلط أو ما نو ما يعرف في فرشي المريض سواء طفل أو بالغ بشكل صحيح الشغلة الثانية بعض العوامل اللي بيكصبها بالوراسة بقى واحدة الطفل من أهله بالوراسة مثل شغلة نسميها لعاب حمضي طبيعة اللعابي اللعاب هو عامل الأساسي عمل أسنان من النخر بعض العوامل الوراسية بكون اللعاب حمضي عند الطفل يعني كأنه تضلي تاكل حمضيات حمضيات فما ينخر الأسنان فهذه الشغلات اللي بتكسبها بالوراسة بتساهم من أخور الأسنان شكرا كتير لك دكتور زكري عوض لكي للنصائح يلي قدمت لنا يا هاليوم شكرا حكيم لصباحك وصباحك صحة وسلامي لإلك ولك الحدارة فأنا بصباحنا لليوم أهلا وسهلا شكرا